اشتركوا في القناة لهم سيئات ما كسبوا فالرياء يطحن الحسنات طحن حسنة تعملها وتتعب فيها ثم يذهل يوم القيامة في ميزانك عند كفة سيئات ذا الحسنات يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال ما قال الخاسرين قال أخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلاة والمشكلة يعني أنا تربينا على اهتمام بالناس المفروض أن نقسل قلوبنا بإياك نعبد إياك نستعين تربينا على ذلك مثلا يأتيك أحدهم لا تفعل كذا وكذا حتى لا يقول الناس عننا كذا وكذا لا تفعل كذا وكذا حتى الناس ما يقولوا عننا كذا وكذا الناس 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 حتى الأبناء ربوا على حب الرياء عود ابنك أن لا يفعل شيئا لأن الله لا يحبه لأن دين يأمرنا بذلك إن كان فعلا كذلك لأن الله يراكب السر لماذا حتى يتركه مطلقا ويؤجر عليه أما إذا ربيته على الناس فسوف يفعله من ورائه إذا لم يروا وحتى إن تركه فلن يؤجر عليه لن يؤجر على تركه لماذا؟ لأنه إنما تركه لأجل الناس ليس لأجل الله والناس يقعون في الرياء بشكل عجيب أحيانا يكون وحده يتعبد ويرأي كيف؟ يعجب بعبادته فيتمنى لو أن أحدا رأه وهو يقوم الليل تمنى لو أن أحدا سمعه عندما بكى وتجد يتخيل ويتأمل كيف ستكون ردة فعل الناس عندما يعلمون بهذه العبادة التي فعلها أو يتخيل نفسه ويموت بحسن الخاتم مثلا كأن يموت وهو ساجد أو وهو محرم بالعمرة ثم يفكر فقط كيف سيتكلمون عني وسيمدحونني ولا يخطر بباله عند تذكيري بهذا الأمر مثلا بحسن قدومه عن الله لما مات هذه الميتة الحسنة هو لوحده ولكنه ما سطعني أن فك عن الرياء شهوة خفية فأحيانا تجده لا يستحمل حتى يخبرك بعبادته سبحانه للإخلاص يغير حياتك سبحانه للإخلاص يغير حياتك فإنا مع النصر في موعدي فإنا مع النصر في موعدي